أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتنيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية وأوضحت الوزارة أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة في مطلع عام 2021 وأضافت الوزارة أن المزايدة تأتي امتداداً لاستراتيجية عملها التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة